قبل ما ندخل بموضوع فيديو اليوم حابب أني أشكر كل الناس اللي سألت عني بسبب الاختفاء اللي صار بالفترة الأخيرة حابب اعتذر عن هذا الانقطاع المفاجئ اللي صار الحمد لله يعني ما في أي مشاكل بس كنت بأمس الحاجة لإني ابتعد لفترة يعني لا بأس فيها عن عالم صناعة المحتوى وعن عالم اليوتيوب بس لحتى راحت يعني لحتى صحتي العقلية المنتل هيلث يعني مثل ما بيقولوا أنه تتحسن شوي لأنه بعد تقريبا سنتين من إدارة القناة وأنا شخص واحد يعني الواحد بيوصل لمرحلة الأور ساتوريشن بس الحمد لله يعني ما في أي مشاكل وشكرا من جديد لكل الناس اللي سألت طيب اللي راح نحكي عنه اليوم نحنا حكينا بفيديو عملت فيديو من فترة عن كيفية تثبيت الباي هول واستخدامه كمانع إعلانات هل هذا الكلام صحيح وهذا الاستخدام الأشهر للباي هول بس نحنا اليوم راح ناخده للنكست لفل متل ما بيقولوا راح ننقله لمستوى جديد اللي راح نعمله بفيديو اليوم أنه راح نعمل الباي هول كDNS سيرفر طبعا هاد الفيديو راح يكون هو الفيديو الأول من ثلاث فيديوهات راح يكون الهدف منها ثلاثة أو أربعة لسه ما حددت الرقم النهائي بس على الأقل ثلاثة الفيديو الأول اللي هو الفيديو اليوم هو أنه نعد الDNS سيرفر لحتى يصير كل أسماء الدومينز اللي بدياها موجودة عندي على سيرفري بتكون بشكل لوكل طبعا في عندي طرق تانية لحتى أني أعملها بس أنا اخترت الباي هول لأنه راح يخلي الأمور أسهل ولأنه بالأساس بجانب أني يعرف أسماء الدومينز لكل السيرفر لكل السيرفريس اللي موجودة عندي راح أعمله كأنه راح أستغني عن أي DNS سيرفر خارجي الDNS للناس اللي ما بتعرف اللي هي دومين نيم سيرفيس اللي هو مسؤول عن أنه وقت اللي أنا بكتب بالمتصفح وقت اللي بكتب جوجل دوت كوم الإنترنت ما بيفهم شو هو الجوجل دوت كوم بيفهم IP أدرس فالDNS سيرفر هو اللي راح يترجم الدومين للإي بي ويرجع لي النتيجة هلأ بهذه الحالة قبل ما ندخل بي قبل ما نكمل شو اللي عمالنا نعمله خليني أحكي شو اللي راح أعمله بالفيديو الثاني والفيديو الثالث طيب حكيت أنه بهذا الفيديو راح نشتغل بالDNS سيرفر الفيديو الثاني راح نعمل فيه عملية تثبيت البروكسي الانجين إكس بروكسي مانيجر لحتى نضيف TLS سيرفر بحيث أنه يكون في عندي HTTPS على كل الدومينز اللي راح نعرفها سواء بالبيهول أو بأي وسيلة تانية ورح نحصل على TLS سيرتيفكت بدون ما نستخدم أي وسيلة خارجي راح نستخدم وسيلة خارجي بس ما راح نمرر بس لحتى تكون قادر أن نجيب السيرتيفكت وحط الوايلد كارد هذا بما يخص الفيديو الثاني والفيديو الثالث راح نشوف فيه كيف راح خلي هاي السيرويسيز متاحة للإنترنت بدون ما استخدم بشكل فعلي الكلود فلير راح استخدم VPN راح قوم بإنشاء الVPN الخاص فيه بس ما راح يكون الواير جارد ولا راح يكون الـ Open VPN راح يكون شي مختلف تماما إعداده بغاية البساطة ففعليا هذا الفيديو هو الفيديو الثاني لأنه نحن سبق وعددنا الـ Piehole اليوم ما راح أرجع وأحكي كيف منثبت الـ Piehole طيب مثل ما حكيت أنا اللي بدي أعمله أنا بدي الـ Piehole يصير هو الـ DNS server اللي عندي لأنه بالأساس أنا وقت اللي بروح بالمتصفح لموقع مثل الـ Google هلا هاد راح يروح عندي أنا عندي الـ Piehole موجود مثل ما شفنا بالفيديو الأول الـ Google المتصفح راح يبعث لـ Piehole أنه عندي هاد هون طبعا عندي الـ Google.com طبعا وفي عندي مثل ما شفنا الإعلانات اللي هي الـ Ads طيب الـ Piehole راح يبعث لياه للـ DNS server راح يقول له يا DNS server عطيني شو هو الـ IP الخاص بـ Google فالـ DNS server طبعا هون في عندي عدد كبير من الخيارات حسب ما أنت شلون عامل عملية الـ Configuration أو إذا ما كان في عندك Piehole بالمرة فالمتصفح أو كمبيوترك مباشرة راح يروح للـ Router الـ Router إما راح يكون في عليه DNS server أو راح يكون عماله يستخدم DNS server الخاص بالـ ISP اللي عندك فرح يجي للـ DNS server سواء كان الـ Google DNS ولا الـ Cloudflare DNS ولا الـ Open DNS ولا الـ Quad9 DNS راح يقول له يا DNS server شو هو الـ IP الخاص بـ Google فالـ DNS server راح يرجع لي للـ Piehole راح يرجع لي الـ IP الخاص بالموقع وبعدين الـ Piehole راح يرجع لي الموقع لـ Computer هاي الطريقة التقليدية اللي بيشتغل فيها الـ Piehole وطبعا بحالة الإعلانات بحالة الـ Ads مباشرة وقت اللي راح توصل الـ Ads للـ Piehole راح يرجع لي الـ 0000 بمعنى أنه لا ترجع لي أي إعلانات هاي كانت الطريقة اللي شفناها بالفيديو الأول طيب اللي راح يتغير عندي اليوم أنه أنا لسه في عندي الكمبيوتر ولسه في عندي المتصفح ولسه في عندي الـ Piehole ولسه في عندي الـ DNS server بس راح يدخل عندي وسيط جديد الوسيط اللي راح نثبته نحن اليوم فهون مثل ما أنها عندي المتصفح وهون عندي الـ Piehole وهون عندي الـ DNS server طيب أنا مع الـ Piehole راح سبت برنامج اسمه الـ N-Pound طيب الـ Unbound هو ما يسمى الـ Recursive DNS server فالـ Unbound اللي راح يعمله طبعا كل هذا الكلام اللي عمالي أحكيه هلأ راح نشوف شو هو من وين راح نجيبه أو إذا بدك تقرأ المقال الكامل اللي أنا بنصح فيه راح أترك الرابط بسندوق الوصف فالـ Unbound راح يجي للـ Authorative DNS server ورح ياخد الـ Top Level Domain أو الـ TLD من الـ Authorative منه مباشرة ورح يرجع لي ياها فبهي الحالة ما عد في عندي داعي أني روح للـ Third Party DNS server هلأ أنا ليش عمالي أعمل كل هاد الكلام لأنه أنا بالأساس اللي بدي أوصله أنه يكون في عندي خصوصية ما راح أقول مطلقة ولكن شبه مطلقة فبهي الحالة وقت الـ Piehole راح مباشرة للـ Authorative DNS أنا يعني منعت الجوجل منعت الـ Open VPN منعت الـ Open DNS منعت الـ Cloudflare منعت الـ ISP الخاص فيه من أنه يعرف شو هي المواقع اللي عمالي زورها طبعاً لسه في عنده إمكانية أنه يوصلها بس راح تكون العملية أصعب بكتير لأنه كل العمليات عمالها تتم ضمن الـ Unbound اللي عندي مباشرة ما في داعي أنه يروح لأي طرف ثالث لحتى يجب لي هاي العمالي لحتى يجب لي الـ IP ما فينا نقول أنه الـ ISP لسه ما عنده الإدراء أنه يوصل لـ IP اللي عمالي زورها بس ما راح يعرف شو هو الموقع اللي زورته وغير هيك هلا أول مرة بزور موقع باعتبار أنه الـ Piehole بدي يروح للـ Unbound والـ Unbound بدي يروح للـ Authorative DNS وبعدين يرجع لي الـ IP والـ Piehole يرجع لي الموقع للمتصفح فهي الخطوة بأول مرحلة راح تكون بطيئة بس بالمرات الثانية الـ Piehole راح يعمل عملية كاشينغ لهي الكويري ورح تكون عملية تحميل الصفحة إذا رجعت زرتها مرة تانية أسرع بكتير من المرة الأولى بفضل عملية الكاشينغ طيب هاد الكلام هاد هو كل شي بدنا نعمله اليوم خلينا نشيل القفاز لأنه ما عاد بدنا ياه وخلينا هلا نشوف هلا متل ما حكيت أنه هاد الكلام أنا من وين جبته؟ أنا بالأساس جبته من الـ Documentation الخاصة بالـ Piehole أنا ما اخترعت الكلام من عندي فعلى موقع الـ Piehole بحد ذاته على الـ Documentation شايف في عندي Guides في عندي DNS وفي عندي الـ Unbound متل ما حكيت بنصح الناس اللي حابة تتعرف أكتر عن كيفية عمل الـ Unbound أو عن كيفية عمل الـ Authoritive أو Recursive DNS Server إنه تقرأ هاد المقال اللي أنا بالأساس راح أستخدمه هلا بعد ما شرحت شو اللي بدي أعمله صفت عملية التطبيق بغاية البساطة أنا في عندي عملية Copy-Paste اللي راح أعملها ما راح يكون في عندي أي شيء تاني فهلأ خلينا نجي للـ Terminal أنا متل ما حكيت ما راح أحكي عن تثبيت الـ Piehole بس لحتى نتأكد عندي الـ Piehole شغال وعماله يقرأ كل الـ Informations اللي عمالي أعطيه إياها لو جينا لأي موقع راح شوف أنه في عندي Queries شغالة طبعا الـ Adblock هلا اليوم أنا مالي مهتم بالـ Adblock بس شغال الـ Piehole فهلا قبل ما ندخل لموضوع الـ Unbound خليني غطي النقطة اللي حكيت عنها بالبداية اللي هي أني عرف الـ Domains الـ Local Domains اللي خاصة فيه فمن واجهة بـ Piehole الأساسية راح إجي بالقسم اليسار اللي مكتوب عليه الـ Local DNS ورح إجي للـ DNS Records طبعا هلا أنا بنصح أنك تكون مثبت الـ Piehole على جهاز مختلف عن الجهاز اللي موجودة عليك كل الخدمات اللي عندك سواء كانت سواء كانت Docker Containers ولا أي شيء تاني فيفضل أنه يكون في عندك جهازين مستقلين وإذا كنت بدك تستخدم Firewall كمان لازم يكون في عندك جهاز مستقل بس أنا ما عندي غير جهاز واحد وبالأساس اليوم عمالي أعمل كل الكلام على ماكينة افتراضية بس لأنه ما عندي أي جهاز تاني أني أعمل demonstration عليه فهلأ جينا للـ DNS Records ضمن الـ Local DNS هون مثل ما لي شايف في عندي الدومين وفي عندي الـ IP Address الـ IP Address رح يكون للجهاز اللي موجود عليه الخدمة وليس IP الجهاز اللي موجود عليه الـ Piehole هلأ أنا باعتبار أنه ما في عندي غير جهاز واحد هلأ أول شيء خليني أعرف شو هو الدومين فرح نحط رح نحط أي اسم هلأ اليوم ما رح يشتغل معي لأنه لسه ما ثبتت لسه ما عملت أي ويب سيرفر هلأ أنا في عندي ويب سيرفر اللي شغال عليه الـ Piehole بس مو هادي اللي بدي استخدمه ولسه ما حطيت الـ Web server وما حطيت الـ Reverse Proxy فبس نحنا رح نعرف الدومين لحتى نجهزه للفيديو الجاية فلنقول رح يكون piehole.nofer .local طبعا هلأ الـ .local هو اللي رح تستخدمه بالحالات الداخلية بحالات الخدمات الخاصة فيك الفيديو الجاية رح نستخدم دومين فعلي بس لحتى لحتى نكون قادرين أنه نجيب TLS certificate طبعا هاد الكلام مو ضروري بس لحتى يكون قادر أني نجيب الـ Wild Card أنا محتاج يكون في عندي دومين محجوز هلأ حطيت الدومين وبعدين بدي يجيب IP الجهاز اللي عندي طبعا أنا متل ما حكيت بعتبار أني موجود على نفس الجهاز فرح يجي لأي الترمينال ورح قل له الـ IPA متل ما اللي شايف أنه هاد الـ IP اللي بدي استخدمه ورح نقل له Add هاي هي عملية إضافة الدومين اللي بديها لو جيت لأسفل الشاشة رح شوف أنه الـ PyHall .nofra .local صار موجود عندي بس متل ما قلت إذا جيت لحتى زور هاد الرابط ما رح يشتغل لأنه أنا بالأساس لسه لحتى أني أدخل للـ PyHall لازم أني حطله الـ Port ولازم أني حطله slash admin متل ما اللي شايف أنه عطاني forbidden رجعت لكم من المستقبل بس تعديل سريع الـ local domain اللي حطيناه بالـ PyHall فعليا شغال بس كان لازم أني ضيف عليه كلمة slash admin بي النهاية لحتى يشتغل لأنه أنا لسه فعليا ما في عندي أي service تاني غير الـ PyHall فهلأ بعد ما نسخت الرابط قلت له copy paste رح قل له slash admin ورح شوف أنه الـ local domain اللي حطيته فتح لي مباشرة الـ PyHall خلينا نرجع ونكمل مع الفيديو عملية إنشاء الـ domains خلصنا منها هلأ منيجي لموضوع الـ Unbound بالـ Unbound رح يجي للموقع اللي كنا عمالنا نشوفه الـ Documentation ورح نجي للعمليات اللي بدي إياها فهلأ مثل ما حكيت القسم الأول هو اللي شرحته بالبداية عملية التطبيق هلأ أنا اليوم موجود على Debian والشرح معمول على Debian ووبونتو ومشتقاتها فبالأساس اللي رح اللي رح أعمله إني رح سبت الـ Unbound من مستودعات Debian ما رح روح لأي مكان تاني النسخة أو الـ Version اللي موجود على المستودعات يعني لا بأس فيه على Debian 11 على الأقل أو Ubuntu فرح نجي لهون ورح قل له سودو أبت إنستول طيب اللي بدي ياك تشوفه إنه عطاني إنه يعني لازم إنه تتفعل إما باستخدام الـ System CTL أو باستخدام السيرفيس أو إذا ما كان في عندك الـ System D باستخدام الـ Enet اللي موجود عندك بس مباشرة عطاني باللون الأحمر إنه ما اشتغلت السيرفيس رح نقول ليش لأنه الـ Piehole هو DNS سيرفر بحد ذاته والـ Unbound كمان DNS سيرفر بحد ذاته أنا ثبتت الـ Piehole قبل ما ثبت الـ Unbound فالـ DNS سيرفر بيستخدم بورت محدد اللي هو الـ Port 553 هلأ طالما عندي الـ Piehole عماله يستخدم الـ Port 553 فالـ Unbound ما رح يكون قادر إنه يستخدمه طيب لحتى خلينا نكمل بالخطوات ونحل هاي المشكلة مباشرة رح إيجي هلأ نحن تقريبا خلصنا ما ضل عندي يعني غير عملية الـ Copy Paste لإني انسخ هاد المحتوى اللي موجود عندي بالكامل لهاد الملف اللي هو بمسار el-etc-unbound unbound.conf .dpyhole.conf فرح انسخ هاد المسار وطبعا لازم يكون مع صلاحيات سودو ورح نقل له سودو ورح نقل له سودو ورح انسخ ورح أعمل عملية لستقلاء المسار بالكامل رح أدخل بوضع الإدخال ورح انسخ كامل المحتوى رح نيجي ونعمل له عملية Copy لكل هاد الكلام رح يجي له هون ورح نقل له Paste طيب متل ما حكيت انه أنا بدي حل الـ conflict اللي صاير بين ال-53 وال-unbound بين ال-piehole وال-unbound متل ما نشايف انه هو مباشرة حلل لياها بهاد الكلام اللي نسخناه لأنه حدد لي انه لا ال-unbound استخدم لي ال-port 5-3-3-5 بدل ال-5-3 تعديلات تانية بهاد الملف ما رح أعمل باستثناء اني فعل عملية ال-logging لحتى كون قادر اني أقرأ كل ال-logs اللي عمالها تصير عندي فرح شيل إشارة الهاج من بداية سطر ال-log ورح أحفظ هاد الملف هلأ شو ضل لازم اني أعمل لازم اني عيد تشغيل السيرفيس فرح نقل له سودو هلا هو بالموقع اللي مستخدمه بدل السيستيم سيتي ال مستخدم السيرفيس ريستارت فرح نمشي معها طبعا هاد الكلام بينطبئ على ديبيان مثل ما حكيت على توزيعات تانية يفضل انك تستخدم السيستيم سيتي ال او او ايا يكن ال انيت السيستيم اللي عندك فرح نيجي نقل له سودو سيرفيس انباوند ورح نقل له ريستارت طيب هلا بدنا نتأكد انه الانباوند اشتغل ولا لأ فرح اجي وانزخ السطر اللي بعد السيرفيس ورح نقل له عملية بيست طبعا مثل ما اللي شايف انه مباشرة اشتغل ما عطاني اي بطوء بس ممكن انه اول مرة اطبق فيها هاي الخطوة تاخد شوية وقت لانه متل ما حكيت هون ما عد في عندي انه يروح للثيرد بارتي دي ان اس سيرفر ويجيب البيانات منها هو عماله يحلها بشكل مباشر فبس مثل ما اللي شايف انه عطاني no error هاد الكلام معناه انه اشتغل لسه في عندي خطوتين تانيات لأتأكد من انه شغال فرح نيجي ونقل له الخطوة الكومنت الاول اللي هو الدي كمان رح ننسخه هاد رح ياخد وقت اكتر انا متأكد وممكن انه بالخطوة الاولى باول تجربة انه يفشل بعدها منعيد الكومنت ورح يشتغل فمتل ما اللي شايف انه ااخد وقت وما اشتغل بس خلينا نستنى عليه متل ما اللي شايف انه ما اشتغل فهلا رح ارجع لا الكومنت بحد ذاته ورح قل له انتر متل ما اللي شايف انه عطاني السيرف فيل طيب خلينا نجي للكومنت التاني الكومنت التاني رح يكون اسرع بكتير الكومنت التاني عطاني الناو ارر وين الناو ارر موجودة بمكان ما عطاني الناو ارر هلا بالدوكمنت هو اي اللي هو اي اللي انه الكومنت الاول رح يعطيني السيرف فيل والكومنت التاني رح يعطيني الناو ارر هاد الكلام معناه انه الانباوند هلا حاليا مشغال وما وما ضل عندي غير اني ضيفه ل configuration ال pi hole فرح نجي ل pi hole رح نجي ل settings رح نجي ل dns رح شيل اشارة التحديد عن open dns او اي dns server انت كنت عامله اثناء عملية تثبيت pi hole رح شيل اشارات الصح ورح اجي ل custom واحد ورح قل له 127 طبعا انا باعتبار اني ثبتت pi hole وال unbound على نفس الجهاز فرح قل له 127 dot 0 dot 1 bound او hash 5 3 3 5 اللي هو الport اللي انا حطيته لل unbound ورح نقل له نجي لنهاية الصفحة ونقل له save هلا نحنا هيك خلصنا ما ضل عنا اي شي لو رجعنا لل dashboard هلا مبدئيا متل ما اللي شايف انه عملية upstream servers بالبداية كان اخذ لي من open dns بس طلع عندي مدخل جديد اللي هو unbound ومع الport 5 3 3 5 هلا حاليا هو عامل لي عملية cache لخطوات اللي كان او المواقع اللي زرت ها من قبل بس بعد شوي رح تصير اللون الازرق الغامي هاد هيبتدي يزيد ما ضع لين طالع لسه ما لو طالع بس رح يصير يطلع بكل مزور مواقع اكتر رح تصير عملية كل الريزول كل عملية حل الدي ان اس كويريز رح تتم عن طريق الان باوند وهدول الميتين وثمانية رح يختفوا مع المستقبل ما رح يضل عندي غير البلوكت الاثرز الكاش والان باوند الفيديو الجاي رح نحكي عن الانجين اكس بروكسي مانيجر وبأمان الله اشتركوا في القناة